رغم أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تضع أوزارها بعد فإن حجم الدمار الذي خلفته حتى الآن يبدو كبيرا فمقارنة مع الحروب السابقة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع تعد هذه الحرب الأكبر من الناحية التدميرية فبحسب المصادر الفلسطينية دمر الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة أكثر من خمسة ألاف منزل بشكل كامل فيما تضرر أكثر من ثلاثين ألف منزل بشكل جزئي بينما بات أكثر من أربعة ألاف منزل غير صالح للسكن وكالة يو أنسات التابعة للأمم المتحدة عرضت لقطات توضح مستوى الدمار في المباني والبنية التحتية في قطاع غزة فالصور التي نشرتها الوكالة على موقعها والتقطة عبر الأقمار الإصطناعية كشفت حجم الدمار في عدد من المناطق قبل وبعد قصفها ففي حي الشجاعية شمال غربي القطاع أوضحت الصور التي لطقطت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري أن سبعمائة منزل دمرت تماماً فيما أصيب أكثر من ثلاثمائة منزل بأضرار كبيرة وأكثر من مائة منزل تضرر بشكل جزئي كما تظهر الصور أيضاً أضرار كبيرة لحقت بالطرق والأراضي الزراعية في المنطقة أما في وسط مدينة غزة فقد أظهرت صورة أخرى التقطت قبل يومين أن نحو مائة وأربعين منزلاً دمر بشكل كامل فيما أصيب نحو مائة وثمانين منزلاً بأضرار بالغة في حين دمر مائتان وعشرون منزلاً بشكل جزئي أما في بيت لاهيا شمالي القطاع فقد أوضحت الصور أن مائة منزل دمرت بشكل كامل وثلاثة وستين منزلاً تعرضت لأضرار كبيرة ونحو أربعين منزلاً بشكل جزئي وفي بيت حنون كشفت الصور أن أكثر من مائة منزل دمرت بشكل كامل وأكثر من مائتين أصيبت بأضرار كبيرة ونحو مائة وثلاثين منزلاً بأضرار جزئية صورة تقول الأمم المتحدة إذن إنها تعرض بعض المناطق التي استهدفتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة وتقول أيضاً إن هذه الصور هي تقييم أولي لحجم الدمار لكن الصورة على الأرض توضح أن أحياء كاملة في غزة باتت اليوم غير موجودة على الخريطة